الجوزاء طبعاً الفترة هاي عنده مميزة كتير من ناحية الأصدقاء هيكون في عنده دعم أصدقاء الجوزائيين الفترة كتير مناسبة تغيير أصدقاء تحقيق أمنيات أجواء اجتماعية حلوة أعزائم حلوة حتكون للجوزاء والجوزاء السنهاية بيعتبر كمان في عنده تحقيق أمنيات أول ستة شهور بالإضافة الشهر كمان اللي نحن في عنده تحقيق أمنيات النص الثاني في عنده سفريات ممكن الجوزاء أو شيء علاقة يشتغل بشيء بالسري أو جواز بالسر بعض الرجالي هو برج السن مش مظبوط يعني هو برج أساسان غريب يعني هو هوائي برج هوائي يعني اعتبر من الأبراغ المنتقدة والأبراغ شوية العصبيين شوية بالجوزائيين طبعاً بس بيحبوا التغيير على طول برج هوائي مش بيثبت على رأي معين لكن برج أنا أعتبره من الأزكياء كمان الأبراغ الجوزاء من برج زكي جداً يعني هلأ بصير لنا إيه السرطان السرطان لأن القمر بنتقل كل يومين ثلاثة لبرج هو متأثر من القمر طبعاً بيتوتي برج السرطان عاطفي وعنده زاكرة قوية عنده تنبؤته رهيبة برج السرطان ويعتمد على التنبؤات القوية بالإضافة للسرطان أنا أعتبره من الأبراج للفترة هاي في عنده سمعة بعمله لأن الزهرة ستنتقل على الحمل ستنجح في عمله وسمعته الشهر اللي جاي مميز كتير طرقية بعمل سمعة بين الناس هاي كتير مناسبة إلو تبدي أمر هيني الحمد لله ما شاء الله يعني كتير حلو السرطان في عنده أول ستة شهر كمان هذا الكلام موجود عنده برج السرطان بهاليوم في عنده مناصب حلوة أول ستة شهر إن شاء الله ستة شهر التانية في عنده تحقيق أمنيات ودعم أصدقاء الموصوق بهم سنة مميزة يعني السرطان بس اللي ممكن يتعبون برج السرطان الدراسات الجامعية لأنه هون زحل هيقعد سنتين ونص ببيت التاسع ببيت السرطان ببيت الدراسة الجامعية يعني هون بدي السرطان يجتهد أكتر ما يعتمد على الحظ السنتين ونص هون لازم يجتهد أكتر السرطان حتى يحقي النجاح أكتر واللي شيء يتعلق بالقضاء والمحاكم هون لازم يدرسها أكتر يعني ترجمة نانسي قنقر